يبين أو يمثل جميع التعليمات الوراثية اللازمة لبناء الجسم وأداء وظائف اللي هو يتكون من DNA ويساعده RNA في ذلك لكن DNA هو المركز الرئيس للمعلومات والتعليمات الوراثية وكما ذكرنا أيضاً سابقاً بدأ المشروع عام 1990 بتضافر جهود دول عدة كندا، ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية واليابان أيضاً حتى انتهوا من المشروع عام 2003 وبهذا يكونوا قد عرفوا كل التركيب عن الـ DNA الموجود في كل خلية حية أظهر الـ DNA وفحص الـ DNA أن الاختلاف بين شخص وآخر سواء كان إفريقي ولا آسيوي ولا أوروبي ولا عربي ولا إيش مكان الاختلاف بين شخص وآخر يقل عن واحد بالألف تقريباً يعني نسبة تشابه بيني وبين أي إنسان في العالم هو 99-10% تشابه شكلي وتركيبي من الداخل أما الاختلاف في السلوك طبعاً هذا يعود إلى جزء جيني وجزء نتعلمه من البيئة المحيطة بنا توصل العلماء إلى معرفة التسلسل كامل لنيوكليو تايدات وذكرنا ما معنى كلمة نيوكليو تايدا ومما تتكون النيوكليو تايدا هناك سؤال أتحقق ما المقصود بالجينوم البشري هو جميع التعليمات الموجودة في المادة الوراثية وهي الـ DNA والمسؤولة عن إظهار الصفات الشكية وبعض الصفات السلوكية للإنسان هذا رسم توضيحي لنيوكليو تايدات الـ DNA وإذا تلاحظوا هنا هي مذكورة على شكل قواعد نيتروجينية لأنني ذكرت لكم سابقاً أن السكر وجزء الفوسفات ثابتان في الـ DNA والـ RNA أما الاختلاف فيكون فقط في القواعد الـ نيتروجينية وهذا يمثل DNA وليس RNA لأنه موجود في الثايمين بدلاً من اليوراسيل لو كان هناك يوراسيل إذن كان RNA لكن بما أنه الثايمين موجود إذن هو وصف للـ DNA هذا جهاز لقراءة تسلسل النيوكليو تايدات وهو عبارة عن حاسوب ضخم وله تركيب خاص ليس كاللابتوب أو الحاسوب الموجود في التلفون العادي هو حاسوب مخصص لقراءة أنيوكليو تايدات واللي عددها بالملايين موجودة في المادة الوراثية في خلية الإنسان الحية يمثل هذا تفعيل دور التكنولوجيا التي استخدموها للتعرف على تسلسل النيوكليو تايدات وتسلسل الحمض النووي الموجود في الإنسان هناك السؤال ما المواد والأدوات التي أسهمت في معرفة تسلسل النيوكليو تايدات في الجنوم البشري؟ إذن عندي مواد وعندي أدوات المواد والأدوات طبعاً لن نستطيع ذكرها كلها لأنها كثيرة من المواد مثلاً عندك أصباغ أصباغ خاصة ذات خاصية التلائلو أو إظهار أشعة مثل كربون مشع مثلاً كربون مشع أو غيره من المواد من المواد المستخدمة أيضاً أحماض وأملاح لتحليل الأغشية الخلوية والكحول ومذيبات الدهون وغيرها للتمكن من عزل الديان اي بشكل نقي 100% وغيرها من المواد التي تستخدمت الأدوات التي استخدمت بشكل رئيسي الحواسيب بشكل رئيسي والمجاهر المجاهر العادية والمجاهر الإلكترونية بشكل أكبر أنابيب وليست أي أنابيب أنابيب دقيقة لنقل مادة لأخذ مادة إلى آخره صحون خاصة وهنا تذكرت أنه بالنسبة للشغل على الديان أنه أيضاً مواد تعقيم يجب أن يكون مكان الشغل في المختبر معقم 100% لا يوجد أي جرسومة موجودة في ذلك المكان الذي يشتغل عليه علماء الأحياء الجزئية إذن لازم مواد تعقيم إذن من الأدوات حواسيب مجاهر أنابيب دقيقة صحون خاصة وأجهزة أشعة وغير ذلك من الأجهزة والأدوات التي استخدموها هذا مخطط أنالايز داتا المعلومات المحللة من قبل جهاز الحاسوب وهنا يظهر رسماً للديان اي لحظة أن الديان اي ليش؟ بما أنه فيه تي يعني ثايمين إذن الثايمين يدل على وجود الديان اي وهو تحليل الديان اي طيب استخدم علماء أكثر من طريقة لتعرف تسلسل النيوكليوتايدات في الجنوب البشري انظر الشكل العشر الذي وين إحداها أكثر من طريقة لتعرف تسلسل النيوكليوتايدات الطريقة التي استخدمت هنا طريقة لتقطيع الديان اي وبيان المناطق المشتركة بين جزئات الديان اي ثم حذف المشترك منها وإبقاء فقط واحدة من المشتركة لكي نحصل على السلسلة النهائية الديان اي لاحظوا هنا اي جي اي سي اي جي اي سي هي مكررة اذا نحذف واحدة وتبقى واحدة فقط لا غير وهذا يكمل الجزء لأنه ليس متكررا وهذا الجزء ايضا يبقى كما هو لأنه ليس متكررا لاحظوا هنا منطقة تداخل بين جزئين من الديان اي بين النهايات وبدايات تي سي تي جي اي سي تي جي اي سي تي جي اي سي ثلاثة متكررة فنحذف اثنتين ونبقي على واحدة فقط تي جي اي سي هنا ايضا اثنتان مكررتان نحذف واحدة ونبقي على واحدة ويكون التسلسل النهائي لنيوكلويتادي للديان اي تحت الدراسة هو هذا التسلسل الخاص بالديان اي كيف تتم العملية هذه عملية حذف وعملية تقطيع الديان اي تتم بأنزيمات خاصة موجودة او اكتشفوها داخل الخلايا الحية واستطاعوا الحصول عليها وتطبيقها على جزئات الديان اي لفصله اولا ثم لحذف المتكرر منها والإبقاء على واحدة فقط ننظر هنا اي جي اي بداية و اي جي اي نهاية المطلوب تمثل الآت تسلسل ثلاث قطع من ديان اي اعتمادا على مناطق التداخل ما تسلسل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا